بهذه المزرعة النموذجية بمنطقة بكاجا ببلدية الحامة بخنشلة فاللحون يبشيرون عمليتي الحارث والبذر والعمل على توسيع المساحات المزروعة وكلهم أمل بموسم فلاحي نجح العام هذا رأنا متفألين خير إن شاء الله مع التساقطات اللي يفاتت هذه نطلبوه من ربي يزيد إن شاء الله يزيد يرزقنا بدنا اليوم عملية الحارث العام اللي يفات حارث 57 هكتار في مدينة قيس السنة إن شاء الله هراني نزيد ونوسعه في الفلاحة نتاعنا كما نايا هراني مدير غير القمح في الأمطار الأخيرة هذه خلتنا نزيد ونوسعه في الأرض الفلاحية والزرعة رأي متوفرة على كل نوع المساحة المزروعة بالحبوب بخنشلة والتي كانت الموسم الماضي تقدر بـ 88 ألف هكتار في حين هذا الموسم ومع اتباع استراتيجية توسيع المساحات المزروعة بلغت أزيد من 100 ألف هكتار هذا العام رانا وسعنا يعني المساحة بعد ما كانت العاملية فات بـ 88 ألف هكتار هذا الخطراء وسعناها إلى أكتر من 100 ألف اكتار وفرنا الشرط الملائمة للفلاح حانا سواء كانت في توزيع البذور أو الأسمدة هذا الموسم إن شاء الله انطلق ببوادر أمل لدى الفلاحين مع طهات الأمطار المسجلة مع بداية موسم الخريف وكل تضابير الاستباقية من جانب التنظيم واللوجيستيكي الذي تم اتخاذه من ناحية توفير المدخلات بالكمية اللازمة لإخواننا الفلاحين زراعة الحبوب شعبة استراتيجية معول عليها بالمنطقة ومؤشرات تلوح في الأفق بتحقيق مستويات متقدمة في الإنتاج الوطني موسيقى